صباح الخير يا أمي كيف حالكم اليوم؟ اليوم هو الأربعاء التاريخ الرابع من تشرين الثاني لعام الفان وعشرون لقد تم تجريد حرف الفا الباريحة يا أمي ولقد لفظناه ساكنا ف ومد قصير مع حركة الفتحة ف ولا ومع حروف المد الطويل فا فا فو في هذا هو حرف الفا واليوم سوف نقوم بإكمال حل التدريبات على صفحة واحد وأربعون اليوم تدريب الرابع أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الفا لدي مجموعة من الكلمات ها هنا أريد منكم يا أول قرائتها وملاحظة أين ورد حرف الفا فيها لاحظ أول كلمة فاطمة هل تحوي على حرف الفا؟ نعم أين يا أول؟ نعم ورد حرف الفا في بداية الكلام ماذا سوف نفعل يا أمي؟ أريد منكم وضع دائرة حولها وكتابة حرف الفا أسفلها ما هالكلمة الثانية؟ جا جا ميلة هل تحوي على حرف الفا؟ عظيم يا أول لا تحتوي يا أما أضع عليها اكس أو أتركها إلى وحدها ننظر إلى كلمة مو مو فيدن أين أتى حرف الفا؟ نعم في منتصف الكلام رائعون أقوم بحبسها الكلمة الرابعة قا قا ما رن قا ما رن عظيم يا أول لا تحتوي على حرف الفا فأتركها ننظر إلى هذه الكلمة سي فن سي فن أي وأين ورد حرف الفا فيها؟ نعم إنه في نهاية الكلام هل أتى متصل أمم فرد؟ عظيم يا أول أتى متصل بالحرف الذي يسبقه سوف نقوم بحبسه لاحظ آخر كلمة حر فن حر فن لاحظ هل يحتوي على حرف الفا؟ نعم إنه أتى في آخر الكلام هل أتى متصلاً أم منفرداً؟ نعم إنه منفرداً أتى في نهاية الكلام فأضع دائرة حواله وأكتب شكل الحرف تحت كل كلمة أين ورد الحرف؟ اكتبه تحت الكلمة يا أمي انظر إلى التدريب الخامس وحلل الكلمتين إلى مقاطع وإحنا يا أمي لقد ذكرت سابقاً وسوف نقوم إعادة ذكر قواعد التحليل في حصة الساعة الرابعة يا أمي اللي هي يا أمي قواعد التحليل إذا اتصل أي حروف المد دائماً تأخذ الحروف أي حرف قبلها أي حرف يسبقها زي في كلمة فاطمة حرف المد الألف أخذ الفا القاعدة الثانية أي حرف محرك عليه مد قصير يأتي لوحده يلعب وحده ينفصل عن بعضه زي كلمة قامرن يعني أنا كيف أحللها أضع كل حرف لوحده أفصلهم عن بعض لماذا؟ لأنه كل حرف عليه حركة فيلعب كل حرف لوحده لأنها هذه الحركات قوية فتلعب كل حركة لوحدها القالة لوحدها المالحة لوحدها والرن لوحدها لكن القاعدة الثالثة يا أمي أي حرف يأتي أول حرف محرك والحرف الثاني ساكن وأننا عرف إحنا الحروف الساكن الحرف الساكن ضعيف فالحرف اللي قبله إذا كان محركة بحركة قوية مثل الفتحة أو الضمة أو الكسرة يلعبون معا مع بعض كيف أحل الكلمة حرف رائعون يا أول فلديناها هنا يا أمي كلمتين ثامي كيف أقوم بتحليلها لو سألنا فيصل كيف سوف نقوم بتحليلها يا فيصل ما قاعدة التحليلها هنا يا أمي الفا لأنه علي حركة الفتحة أتت لوحدها رائعون يدي حرف الإي حرف مال طويل ماذا يأخذ معه حرف الذي يسبقه مي سا مي رائعون لو نظرنا إلى هذه الكلمة رف را فا كيف سوف أقوم بتحليلها ننظر إلى أول حرف عليه فتحة حركة قوية الف عليها سكون حركة ضعيفة قوي وسا وضعيف يأتون مع بعض فإذن رف لحالها يعيني عليكم الإر على فتحة قوية ر ر ر ر والف لوحدها رائعون هل رأيتم كيف أقوم بتحليلها ممتاز ننظر إلى التدريب السادس أركب من المقاطع كلمتين ثم ألفظ رائعون يا أمي لاحظ لدي س س مقطع لوحده حرف ما الطويل أخذ الاس الف أنا بدي أركبها لأنها كانت عليها حركة الفتحة لوحدها منفصلة ورا الف مادي إيدة تمسك مع ماذا مع الرا فمسكت بالرا فماذا نتج لدي كلمة ما هذه الكلمة سافرة كلمة تدل على فعل على عمل إنه الواحد ترك بلاده وراح لبلد ثاني سافرة رائعون لاحظ يا أمي الحرف يعني حرفين مع بعض يكونان مقطع يا ماما أكثر من مقطع يكونان كلمة مجموعة حروف تكون كلمة مجموعة كلمات تكون ماما جملة مجموعة كلمات تكون جملة لاحظ الثاني السا لو أخذت مقطع السا حطيته يا ماما مع الري شو أعطتني كلمة ماذا ساري اسم علم مذكر ساري لو حطيت السا مع مي شو تعطيني سامي حطيت السا مع الرا صارت سارة يعني بقدر مقطع السا أجمع مقاطع من مدق قصير مقاطع من مدق طويل تعطيني مجموعة من الكلمات أقرأ سافرة ساري كمان دور ماما هاي جملة جملة ما نوعها لاحظ لأنه أتى الفعل أول إشي سافرة العمل اللي قام فيه ساري إيش هو أنه سافرة هذه جملة فعلية لأنه وضعت الفعل في بداية الكلام فصارت سافرة ساري لو عكست حطيت ساري سافرة تصبح جملة اسمية يا ماما لأنه وضعت الاسم أولا وضعت الاسم أولا رائعون أريد منكم ما يا أمي كتابتها ها هنا وشكرا